ما جمعتش ما كتبته خالص كنت أجمع قديما وبعدين لما ابتديت في حياة الرحبانة تقريبا تخلصت من القديم كله وبدأ شعري يبقى شعرا نسكيا لكن سبقه شعر آخر نسكي وأنا حتى طالب في الجمع وكنت أعد نفسي للحياة النسكية الرحبانية لكن ده لا تعارض يعني أيضا نعرف لكن يعني إلا حصل لكن ما في ذهني هو ما احتفظت به ذاكرتي رغم أنه غير مكتوب عندي في أوراق زي الكلام ده كده وزي مثلا مرة كتبت على الناس الفقراء اللي بيعيشوا في جوه فيه مليونيرات وهم ومشارين يكرم فقلت على مثل هذا الإنسان حوله الأنهار تجري وبها عذب المياه وهو صاد يتشهى قطرة تشفي صدا جف منه الحلق لكن قد تندت مخلتاه بح منه الصوت من قوله دوما آه يا الله كنت أمين للشعر السهل الذي يفهمه أي شخص وإن وجدت كلمة صعبة أبعد عنها يمكن القصيدة دي من القصائد القلائل اللي فيها كلمة صعبة كلمة صادي يعني عطشانه وصداه يعني عطشه لكن ما كنتش لائك المغير كده في حد من شعراء العالم العربي بيعجبك شعره؟ أنا طبعا من الذين أعجبت بشعرهم كثيرا أحمد شوقي أمير الشعراء وأعجبت أيضا بشعراء المهجر إلي أبو ماضي وخي النعيمة وأيضا فاكر وأنا في الثقافة العامة أريد كتاب اسمه دموع الشعراء على سعد زغلول رفاق سعد زغلول الكتاب اسمه كده دموع الشعراء على سعد زغلول هو رفاق زمعالتك بتقول لكن بقى فيه شعراء من مصر ومن سوريا ومن لبنان ومن كل بلاد العربية يعني فاكر من ضمن هذا الكلام شاعر سوري قال قالوا دهت مصر دهياء فقلت لهم هل غيض نيله أم هل زلزل للهرم قالوا أشد وأنهى قلت ويحكمه إذا فقد مات سعد وانطول عالم يعني شعر لطيف وعلى ما أظن العقاد مرة قال أمضت في الأربعين لسعد زغلول أمضت بعد الرئيس الأربعون عجبا كيف إذا انطمض السنوب وأفتكر لما كنت في الثقافة العامة اللي هي زي تاني سنة ودلوقتي أنسى أني في امتحان امتحان الشفه يعني سألاني الأستاذ أن أتلو قصيدة من محفوظاتي فقلت له لأي عصر من العصور تحب اللي أوى تعرف لكل العصور قلت له نعم اللي قل لنا قصيدة من محفوظاتك في العصر الحديث فقلت له لأي شاعر من شعراء العصر الحديث كان وقرر علينا أربعة شعراء شوق وحافظ والبرود وحفن الناصف فتلوت عليها أسماء يمكن والعشرين شاعر من شعراء وربما بعضهم ما سمعش عنه الأستاذ أقولك زي قال لي ولماذا تحفظ كل هذا قلت له أحب الشعر قال لي وهل تقرضه يعني تنظيمه قلت له نعم قال لي إذن أسمعنا بعضا من محفوظاتك لنفسك وأخدت تقريبا النمرة النهائية في الامتحان يعني أجاب لك مسأل بسيط اللي بقول أنه جايز الأستاذ ما كانش عارف القصيدة دي أفتكر أن أنا كنت قد مررت على أحد أصدقائي ربما سنة أربعين أو حاجة زي كده فوجدت عنده مجلة اسمها مجلة الشؤون الاجتماعية وزارت الشؤون الاجتماعية فيما أفتكر اتأسست الثمانية وثانتين فعمل ومجلس ما مجلس هم الاجتماعي فوجدت فيها قصيدة مش المهمة موضوعها لأنه جايز موضوعها مش خيص لكن صياغتها الشعرية في منتهى الجمال رئيس التحرير كتب عليها هذه القصيدة تعتبر من أمهات الشعر وأن كانت لا تحمل سوى اسم شاعرها المتباضع فؤاد بليبل مين عارف اسمه فؤاد بليبل القصيدة دي الرجل كان يصف فيها امرأة خاطئة في ذلك الحين كان يوجد بغاء في مصر يعني النساء يبعنا أكسدهن فصياغت القصيدة في منتهى الجمال أولها قال أسألت من نبذوك نبذ المنكري كم بينهم من فاجر متستري أسألت من نبذوك نبذ المنكري كم بينهم من فاجر متستري الصائمون المفطرون على الدماء الزامئون إلى النجيع الأحمر من كل عاد في ملابس عادل أو مجرم يزهى بالابدة حيدري حيدري كناية عن الإمام على ابن أبي طالب وبعدين قال لله بائعة بمنعرج الحمة عرضت بضاعتها على من يشتري وقفت تساومني وفي لمحاتها ذل الوضيع وثورة المتكبري ووقفت مضطرب الفؤاد حيالها حيران بين تقدم وتأخري في غرفة حمراء تحسب أنها قد درجت بدم العفاف المهدر لطيف أوي لغاية لما قال في آخرها قال ودعوك بائعة الأثيم من الهوى كذبوا فإن الزنب زنب المشتري قصيدة جميلة أنا أحتفظ بهذه الأبيات وبعض أبيات أخرى في زاكرتي من سنة أربعين والاسم الشعر ده مجهول بصنفات بليبل ما نعرفش حاجة ها طبعا من يعرفه فلكن القصيدة قوية ووزنها قوي وأرفضها وخيالها قوي كنت أقرأ الشعر كثيرا جدا ولكن ينصق بذهني الذي أعجب به من الأبيات والباقي أنسى ولصق بذهني الكثير يعني فاكر في مستوى الثقافة أو التوجهية في السنوي كنت أحفظ تقريبا والعشر تلف بيت شهر كتاب مصر عكليو بطر الأحمد شوقي كنت تقريبا أحفظ أجزاء كثيرة جدا جدا منه من أول يومنا في اكتيو ما ذكره في الأرض ثار اسألوا أسلول روما كما زقناه الدمار إلى أخر ومجنون ليلة ومجنون ليلة أحفظ أبيات منه العمية حضرتك بتحبها ولا عشقك للغة العربية ما بيخليكش تتذوق لا 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 أزاي الشعر العمي يعني الشعر العمي أيضا كنت أعرفه جيدا وكنت أنظم فيه بالعمية ما يسمى بالزجل وما يسمى بالشعر الفكاهي الفكاهي أه هاجبل حررتك بسلم منه يعني وممكن ما يسمى بالموال حتى يعني فاكر مرة كنت أقضي باستمرار نصف الأسبوع في الدير وأرجع فأرجع يقابلني أحد الفراشين ويقول لي وحشتنا 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 وبعدين نقعد يطلب طلبات كتيرة في الغاية لما الناس يشلوه ويرموه بر وبعدين إيه كتبت فيه هذه الأبيات جاني فلان وقال إن أنا وحشته وقاعد يطلب طلبات جرت الناس وحشته وطردوه من أجل سألته وحشته فمشي وقد عزاله وحشته هذا جايز يسموه موال كلمة لها أكثر من معنى أيضا وكل معنى يجلس إلى جوار المعنى الآخر يداعبه مداعب الشعري وفاكر في الكلية كنت بردو أقول بعض أسجال مش زي دي موال فكتير منها كان على موضوعات دراسية وكنا في الكلية الطلبة يعني بيسقطوا كتير في علم الجغرافيا فكنت أيضا مداعبهم في الجغرافيا ففاكر سنة واحد واربعين على المعظم لا مش واحد أربعين سنة أربع واربعين لأننا اتخرج سنة أربعين كنا عاملين حفلة للكلية في السنة أولى وعملت لهم زجل أنوانهم عن الجغرافيا حاجة غريبة بدخلها بالعافية في مخ ما تدخلش موزونة كذا حاجة غريبة بدخلها بالعافية في مخ ما تدخلش بنشوف الأطلس أمريكا وألمانيا وبلاد الدوتشي إزاي خدوا صورة أمريكا بالدق أو صنط ما يفرقش ما تقولي بأي فوتوغرافيا وتقول ما تقول ما هسدقش حاجة غريبة بدخلها بالعافية في مخ ما تدخلش وارياح ما بلولة تجيب ميا وارياح جفا ما تمطرش وارياح بتساحل في الساحل تتبع تعريجه وتمشي وارياح بتغير وجهتها وارياح تمشي ما تحودش أنا عقلة لخبط فندية ودية وبندية ودية ما فرقش حاجة غريبة بدخلها بالعافية في مخ ما تدخلش دية زجل أيو ده جميلة جدا دي زحجة بيرب التنسي لو كنت مشيت في أمور العالم كان خلونا نقلف أغير أيو صح وشعر الفجاه ده حاجتان ألا بس جميل يعني يعني كل شعر انه جمال طبعا فاكر في الشياغ الفكاهي قلت في حفل التخريج دفع من الطالبة ونحن في السنة قبل النهاية أيو قلت لزميل الخريج كان بدي مبخرة حتى أبخرك من عين هيئة تدريس تعاديك من عين نصحي وعواد ومن بدوي ومن خفاجة ومن قوم تحدوك جماعة يهلك التلميذ بينهم مهما اشتغلت لهم شغل البولوتيكا أنا فاكر كلمة بولوتيكا كلمة لاتيني بولوتيكا بولوتيكا أي لاتيني اللي أخذ هون بالانجليزي بولوتيكس بولوتيكس يعني السياسة بولوتيكا المعنى اللي المعنى هكذا أي مش بول للسياسيين لا 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 غير أن الشعر الفكاهي ينقسم قسمين آه في شعر الفكاهي يقال باللغة العمية ولكن موزون بالميزان الشعري تماما وفي شعر الفكاهي باللغة العربية الرصينة لكبار الشعراء لكبار الشعراء آه ليها جيب لحراتك مصر أي أحمد شوق أمير الشعراء في زيارته للتركية وجد جسر البسفور أو الدردانين ليس في حالة طيب فأرسل إلى السلطان العثماني إلى الخليفة يقول له أمير المؤمنين رأيت جسرا أمر على الصراط ولا عليه له خشب يجوع السوس فيه ويمضي الفقر لا يأوي إليه ولا يتكلف المنشار فيه سوى مر الفطيم بعرضيه شعر الفكاهي علي الجارم وهو من أكبر شعراء عندنا رأى في لندن منظرا عجيبة الضباب شديد جدا بحيث أن الناس لا يستطيعون أن يميزوا طريقهم لكن الأعمى يستطيع هو مؤلف عن أن ما فيش نور خلص فأتى أحد المبصرين إلى أعمى يطلب منه قياداتها في الطريق وهنا قال علي الجارم رأيت أعمى في الضباب بلندن يمشي فلا يشكو ولا يتأوه فأتاه يسأله الهداية مبصر حيران يخبط في الظلام ويعمه فاقتاده الأعمى فصار وراءه أنا توجه خطوة يتوجه وهنا بدى القدر اللئيم مقهقيا ومضى الضباب وما يزال القهق حد ينكر أن علي الجارم من أكبر الشعراء وأحمد شاوي لكن بيقول شعر الفكاهي بلند وقت اللزوم وفي الشعراء القدامى مر شعر من الشعراء كان يحجو شخصا آخر له بغلة حالتها متعثرة متعثرة زي بتقول بالنوكي ايه متعثرة فقال له ايه لك يا صديقي بغلة ليست تساوي خردلة تمشي فتحسبها العيون على الطريق المشكلة وتخال مدبرة إذا ما أقبلت مستعجلة مقدار خطوتها الطويلة حين تسرع الملة أجبهتها بل أجبهتك كأن بينك من صلة تحكي صفاتك في الثقالة والمهانة والبلب يعني بردو في شعراء يتكلمون في الشعر الفكاهي وبلغة عربية رصينة حضرتك لما بتسمع حدي بيتكلم لغة عربية ويغلط في يرفع أدرك الغلطة لكن لا أستطيع أن أتابع كل واحد وإلا هاي يتعبو أيها صح لأن كثير من الناس بيغلطو أنا أحرص أن إما أن الإنسان يتكلم بالعمية ولا يلومه أحد أو إذا تكلم بالعربية يحفظ قواعدها أيوة ويتحدث بها ويتحدث دون أي لحن يقصدون باللحن أي خطأ في النحو قدست البابا بتحب الرياضة هل الراهب عند وقت للرياضة؟ طبعاً ما عنديش وقت لكن ولا حتى أيام الجيش؟ لا أيام الجيش أنا اتخرجت من جيش ساعة 47 هل مش كنت بتبع برياضة أسناء الجيش؟ لا كنا ساعة بنا أخد حاجات كثيرة في الجيش ده من قيمة 55 ساعة ها 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 وقبلها ثلاث سنين في الجيش يعني 58 سنة أيوة لكن الرياضة الوحيدة التي استطيعها حاليا المشي ولمشي يعني كما يقول الأطباء ان تتحرك فيه أكتر يمكن من أربعين عضلة من عضلات الجزء صح أثناء المشي صح فهو رياضة ينفع في كثير من الأغراض فيعالج السنة ايوه لا ده بيعالج حاجات كتيرة جدا ويعالج السكر يعالج الانساك لكن القدسك ما بتشوفش يعني تحبش الاهلي الزمالك كرة القدم طبعا اعجبت بان الزمالك بقى بطل افريقيا واهنق لاعبي الزمالك بانهم رفعوا اسمه مصر في الامر ده والاهلي بلو اخد بطولة سابقة قبل كده والاسماعيلي اخد بطولة سابقة وطلع لنا دلوقتي فرق رياضية جديدة زي امبي ما امبي كانش حد بيسمع عنه خالص ولكن صعد بسرعة واسبت وجوده في الفريق الاول يعني لكن فيه رهبان اهلوية وزمركوية او بيقولوا ولا ده لا 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 مش مسموح يعني لا مش حكايت مش مسموح دي عواطف شخصية لكن الانسان يعجب الفن الجميل في الرياضة لأي فريق من الفريق الرياضيجي وان كان طبعا ممكن الواحد يتحمس الفريقه الفريق الرياضيجي حتفظ بيها لنفسي عشان ما يزالش منه البعض ايوه صح صح وشرحه بالنسبة للفن يعني هل حضرتك تحب الموسيقى؟ احب الموسيقى لكن الموسيقى الكناسية عندنا اعمق بكثير جدا من الموسيقى العادية اللي بتتسمع في الراديو والتلائسية ما بقصدش الراديو عصدي موزار وبيتهوفن والكلاسيكيات اه طبعا اللي هي اقرب الى الموسيقى الكناسية في كثير من الاحيان طبعا يعني بيتهوفن ده عالم موسيقار جبار اه السمفونيات بتاعته بتدرس في كل كليات الموسيقى وله تأثيره وباخ وغيره ابو الموسيقى العربية الا تميل الى سمحها انا قلتها صح الا تميل الى سمحها اه لا كويس لا انا بحافظ يعني بحاول انك انت صح اه شوف كل فن جميل الواحد يعجب بيه اي ايا كان نوعه وهدفه لكن اه ما كانش عندي فرص ان انا انك تاب اه ما استمع خدست الوابا حضرتك كده مشهور ومعروف ان هناك بينك وبينشيخ الازهر مودة وحب ولقاءات عديدة وانا اعلم في احدى لقاءات مش فاكر كان لاينز والاروتير ما كنت مجتمعين مع بعض انك بتتبدلوا النكت يعني هو يقولك نكتة وحضرتك بتقولي نكتة انجت للحياة هو اللي بغضب نكت مني فاكر انا صدقتي بفضيل الشيخ الازهر ترجع الى ايام ان كان المفتي فعلاقتنا من ساعتنا كان هو المفتي واتذكر ايضا ان احنا ذهبنا الى ابو ظابي في مؤتمر عن القدس وكان هو المفتي سعد وبعدين لما صار شيخ الازهر ذهبت طبعا لقه النقو ده صديق فكان هناك التلفزيون بيسجل الزيارة البابا بيقابل شيخ الازهر طبعا زيارة مهم فهو واقف وقال كلمة كويس جدا وانصرف بتوع التلفزيون فاول ما انصرفه قال لي سيبك انت من الحاجات دي قولي اخر نكتة عن اليهود وقلت هالو كانت ايه طيب نسرح اه النكتة اللي هو مبسط بيها كان اجتمع شيخ مسلم وقسيس نسيحي وراباي يهودي وكل منهم اشترك في حديث حول ما تصله من اموال كيف يفرق بينما يخص شخصيا وبينما يخص الله فا المسلم قال انا امسك العمل في ايدي في وجه الصورة وفي وجه الاخر الكتابة وألقيها الى فوق فاذا وقت على الصورة تبقى بتاعت ربنا ما اعطى كتابة مكتوب لنا ان اخذ والمسيحي قال انا بعمل دايرتين جوا بعض وارمي العمر الفوق فاذا نسلت على الدائرة الداخلية تبقى بتاعتي على النمئة الخارجية تبقى بتاعت ربنا واليهودي قالوا لو انت بتعمل ايه قال لهم انا رجل سلمت نفسي لله تمام التسليم ليست لي ارادة شخصية على الاطلاق انا امسك العملة في ايدي وارميها الى فوق وقل لي ربنا خد اللي انت عايزه منه وسب لي الباقي خد اللي انت عايزه وسب لي الباقي فلي نزله ربنا اعطب طبع في نكت كتير على اليهود من روح المالية زي مثلا قيل من روح المالية برضه ان مرة اجتمع ثلاثة واحد امريكي واحد انجليزي واحد يهودي وكانوا يتفاخرون بان المال لا قيمة له في نظرهم فالامريكي وضع السجارة في فمه وامسك ورقة بمئة دولار واشعلها بعود كابريت وكان بيوشعل السجارة بورقة بمئة دولار الانجليزي قال له ويعني عمل نفس الوضو وضع السجارة في فمه وامسك ورقة بمئة استرليني ودي اقو من مئة دولار واشعل بها السجارة يلي هي دي قال لهم ويعني وضع السجارة في فمه واخرق دفتر الشيكات وكتب شيك بألفين شاكل وولع بها السجارة نسبت اه انا عياسة عرفات من حضور القداس اه طبعا مسألة غير انسانية حادثتك كذا مرة قلت انا مش هروح هناك الى بعد تحليل فلسطين اه طبعا قلت حاجتين ما قدرش اروح ففترة الاحتلال ايه واعطي باسبوري للسفير الاسراكلي عشان يوافق او لا يوافق والتاني حاجة اذا ذهبت الى هناك اذهب مع اخوتي المسلمين ولا اذهب وحدي وطبعا في كتير من اللغبات حرموا من الذهاب الى هناك لاني منعتوهم رسميا بقرار وقد وجهت الي انتقادات في ذلك الوقت ولكن اثبتت الايام ان هذا القرار كان سليما جدا طبعا طبعا قدست البابا انا عارف انك حادثك قارر القرآن الكريم وهناك كثير من الصور والحادثك شفت فيها العلاقة الوثيقة ما بين الاسلام والمسيحية او مسيحية والاسلام صح اه 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 القرآن اه 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 وروح منه القاه الى مريم اه اه يتكلم عن اهل الكتاب كلاما طيبا ايضا من اهل الكتاب امتهم قائمة يتلون ايات الكتاب اناء الليلي وهم يسجدون و يقول عن المسيح وَجَعَلْنَ فِي قِلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَخْمَةً ومعروف الايات التي تقارن بين موقف الاسلام من اليهود ومن المسيحيين بان اشد الناس عداول للذين امنوا اليهود والذين اشركوا وَلَا تَجِدَنْ أَقْرَبَهُمْ مُعَدْرِ لَلَّذِينَ آمَنُوا النصارى ذلك لان منهم قسسسين ورغبانا وانهم لا يستكبرون فالجوار المحبة بالنسبة لأهل الكتاب والمسيحيين بالذات جعل اليهود والذين اشركوا في ناحية وجعل النصارى في ناحية اخرى مميزا النصارى عن المشركين والقرآن يتكلم عن السيدة الازراء كلاما طيبا ويقول ان الله فضلها على نساء العالمين وكلام كتير طبعا في النواحة دي ليس الان مجاله وقرأت حضرتك القرآن قرأت طبعا من زمان انه انا في سانة واحدة وفي الجامعة وطبعا لا ننسى انه في التعليم السانوى كان كان من المقرر علينا بعض ايات من قرآن لكن المقصود طبعا القراءة الاختيارية بالضبط الواحد يقراها بنفسه صح صح وفي شك ان القرآن يعطي الوضع المثالي للغة العربية في فصاحتها وفي نقاوتها وفي بعدها عن الاعجمية قدست البابا قدست البابا ادب المصري الحديث طا حسين العقد نجيب محفوظ يوسف السباعي احسان كل هؤلاء في حد مميز عند حضرتك في حد تحرص على او قرأت له كتبه اعجبه كثيرا بشهر احمد شوي الشهر الشهر اوه لكن مؤلفات نجيب محفوظها هارجع ليك ده وايضا بشهر حافظ وكنت قديما امير الى حافظ ابرهيم ولكن بعد ان قرأت شوقي كثيرا عرفت ان شوقي اقو عرفت ايضا بان الرجلين كانوا صديقيني وكان يجلسان في كثير من الاوقات يتبادلان الشعر ويقال من باب الفكاهة يعني ان شوقي كان غنيا وحافظ ابرهيم كان فقيرا فكانوا لم يعودوا على كازنه ولا حاجة يتبادلوا الشعر كان اللي يدفع الحساب شوقي ففي مرة اراد شوقي ان يداعب حافظ ابرهيم فلما جيه الوقت اللي يدفع فيها الحساب ان جيه جرسون مطلب الحساب ده شاغل قليلا فحافظ ابرهيم قال له ما رأيك شوقي في البيت الاتي يقولون ان الشوق نار ولوعة فما بال شوقي اليوم اصبح بارد ان حاجة تعالك العساب ومع ذلك لما كان حق احمد شوقي منفيا ارسل الى حافظ ابرهيم يقول له يا ساكني مصر انا لا نذال على عهد الوفاء وان غبنا مقيمين هل لا بعثتم لنا من ما انهركم شيئا نبل به احشاء صادين كل المناهل بعد النيل ازنة ما ابعد النيل الا عن امانين الله فاجابه حافظ وقال له عجبت للنيل يدري ان بلبله صاد ويسقي ربى مصر ويسقينا ما غبت عنه وان فارقت شاطئه وقد نأينا وان كنا مقيمين الله يعني بيحبوا بعض على الرغم من المنافسة الموجودة وفي مبايعة احمد شوقي وقف حافظ ابرهيم وقال له امير القوافي قد اتيت مبايعا وهذه وفود الشرق قد بايعت معي وهذا يرينا كيف ان الاثنين كان يعملان في مجال واحد والمنافسة لم تمنع اعجاب كل منهما بالاخر ومحبة كل منهما للاخر لكن في ذلك الحين ايضا كان كان فيه منافسات وفيه كلام ما بين احمد شوقي والعقاد كان يهاجم احمد شوقي ويسمي كتاب الشوقيات بالشوقيات ايه وطه حسين مره قال في معارضة العقاد قال ما للأعمى والمرآه وما للأكسح والممشاه وما للعقاد والأدب كان العقاد عميق عميق في التفكير ولكن في بعض الأوقات كان بيبقى معقد شوي انا خرأت له كتاب سارة قصة سارة وانا في السادسة عشر من عمري من زمان ايه وما زلت اعجب بعمقه في بعض أوقات حينما دب الخلاف بينهما ولكنه مع ذلك كان يقابلها فكان يقول انه كان يقابلها لا حبا في اللقاء وانما خوفا من الجفاء يعني لألا يتطور الأمر الى أسوأ يعني بس بعتبار حضرتك عاشق للتاريخ القديم ما لقيتش مصر القديمة في سلاسية نجيب محفوظ ما حستش بتجود نجيب محفوظ روائي لا مثيلة له يعني انا اعجب باثنين في الرواية توفيق الحكيم اسلوبه في الحوار يجذبك بحيث لا تستطيع ان تمهي القراءة يعني تمسك بالكتاب فاذا الكتاب قد امسك بك حتى تمتهي من قراءتي صح قرأت له غالبية كتبه لدرجة انه اصبح عندي له من مجموعاته يعني تقريبا تلت نسخ نسخة في القاهرة ونسخة في الدير ونسخة في الاسكنيرين ده اني اعجب بتوفيق الحكيم لكن توفيق الحكيم خفيف في حواره ويمشي بسرعة نجيب محفوظ يقدم الحياة في القصة فترى فترى في قصته حياة وترى في قصته احيانا رموزا وله عم له عمك وحسنا انه حصل على جائزة نوبل وانا زهبته وهنقته وهو زاراني وزورته وهناته لانه يعني رجل من رجال الادب في مصر طبعا والرجال قليل قدست البابا وبنسبة العيد في اي اكلة معينة قدستك تحبها تحرص عليها دلوقتي وزمان يعني زمان ايام ما كانت المسائل تستوعب ما كانش فيه لا طبعا انا دربت نفسي على الصيام لا 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 بناكل اكل فتاري في العيد ولكن انا دربت نفسي اني لا اشتهي شيئا من القطع وما يوضع امامي ااا اكله ولا لا يليق بنا كرهوان ان احنا نشتهي شيئا صح او نطلب شيئا يطبخ بطريقة معينة ليه بقى لكن ممكن طرفه شيئا ممكن طبعا هناك اكلش ضد نفسه المفروض الصيام فترة ضبط للنفس فكيف يضبط الإنسان نفسه فترة طويلة من الأيام ثم يأتي يوم الإفطار فيحطم كل الضبط القديم ويبقى كأنه لم يستفد شيئا يعني الذين يقدمون الأكل يقدمون أطعمها متنوعة والإنسان يأكل منها ما يريد وما ينفعه خصوصا أن نحن كلما نكبر في السن تكون هناك أطعمة لعنى لا توافق الصحة إطلاق صحة 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 يعني مثلا أكل اللحوم عموما بعد سن الستين غير ما فعل الصحة يقال بعد الأربعين ينزلوا شعيب شعيب غطا ما يكلوشه وأصبحت الإنسان تضبطه قواعد من الكوليسترول ومن السكر ومن الضغط معزوفة معروفة لدينا وأصبح ليس في حريته في الأكل فالأطباء يعني يحدون حريته يعني في القديم كان الإنسان الدين يحد حريته في الطعام بالوقت الأطباء هم 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 اللي يحدون القرية صح يعني الحديث مع قدسة البابا مش فقط ممتع يعني 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 واحد ممكن استرسل فيه إلى حلقات وحلقات وحلقات إنما أنا أرجع تاني وأقول أمنيات قدسة البابا لعام 2003 طبعا الأمنية التي يفكر فيها الكل هي السلام وده له تفاصيل كثيرة جدا وخصوصا في العراق وفلسطين نمر اثنين بالنسبة لمصر في الداخل البطالة يعني أمنيتي أن يوجد علاق حاسم للبطالة وقد سرني كثيرا وقرأت في بعض الجرائد إن في خطة للتشغيل خمسمائة ألف في العام أرجو أن يكون هذا ممكنا يعني عملية لأن البطالة إلى جوار إنها تصيب الخريجين بالإحباط إن بعض السنوات طويلة من الدراسة والتفرغ للعلم لا يجد وظيفة يعني في بعض حامل الشهادات الجمعية بيشتغلوا كعمال صح نمر اثنين في البطالة إنها تسبب أزمة زواج فلكي يستطيع الشاب إنه يكون عائلة وبيت يحتاج إنه يكون له وظيفة ومرتب ويقدم شبكة أو مهرن ويكون بيت وشقة للسكنة وأثاث كل دا يكلف كتير فالبطالة بتمنعه فيبقى أول أمنية السلام بالنسبة للعالم والتاني أمنية أن تنتهي البطالة والبطالة دي كما هي موجودة في مصر وموجودة في بلاد الخارج أيضا كله أه يعني في أمريكا بيصرفوا مرتبات حاجة سموها للناس المشفئين وظيفة نمرة ثلاثة نطلب من الله أن ينقذ العالم من بعض الأمراض الخطيرة اللي موجودة للأسف في أيامنا هذه انتشر الفشل الكبدي الفشل الكولوي السرطان يعني أمراض أصبحت حاجة ملهة الشفاء يعني كل ما في الحكاية مجرد طالة العمر قليلة يعني وحتى بعض الأقارب بالنسبة للمرضى دول بيطلبون ربنا يريحهم وبلاش عذاب صح الأشد من هذا إن أفريقيا فيها مرض الإيدز منتشر بشكل كبير وفي تقرير النهاردة أريته في الجرايد من كوفي عن النساء 58% إيدز في أفريقيا وطبعا هؤلاء إلى جوار العدوى والموت وهو قال كمان إن دول بيقوموا بأعمال اقتصادية واجتماعية ويشتغلوا في الزراعة وفي البيع وفي الشراء يسببوا أزمة اقتصادية أيضا فبعده نلجو إن ربنا ينجي العالم من الأمراض المستعصية ومن الأمراض الخطيرة أمثال الإيدز وغيره ومن الأمراض التي قد تستجد الأمر الرابع نطلب فيها من جديد أن رجال العلم يضعون حدا لطموحاتهم العلمية نحن لا نخف ضد العلم لكن إذا العلم اتخذ مجالا ضرا فنحارب الضرر الذي فيه وليس في العلم ذاتي زي مثل ما ينشر حاليا في الجرائد عن استنساخ بشر أو أنهم استنسخوا فتاة اسمها إيفا أو إيفي وقرأت أيضا في الجرائد أن بعض العلماء يشككون في الأمر والبعض يقول أن رائيل اللي بيتزعم الحركة دي رجل دجال إلى آخره يعني فيه أمور مفروض العلم يقف عند حدود أن الأخلاقيات تطبط العلم يعني يكون العلم معها مادة الإثيكس ما يكونش مجرد علم بلا أخلاق أو علم بلا دين أو مثلا البويضات المخصبة وحظها في بنوك بحيث أن المرأة تذهب إلى بانك وتقول له أنا عايزة ابني يكون طوله كذا وعرضه كذا ويعني لونها كذا وشعره لونه كذا ويقدم لها بويضة مخصبة تضعها في رحمها عشان يعني هنا العلم بيحقول أنه ينافس ربنا ولو أن المنافس غير موجود لأن كما قلت في إحدى المحاضرات في إنجلترا حولين هذا الموضوع يعني في إحدى الجماعات أن الإنسان أقصى ما يصل إليه أن يكون صانعا لا خالقا صح لأن الخلق هو الإيجاد من العدم وكل ما يصل إليه العلم أنه يستخدم المادة التي أوجدها الله ولا يوجد من العدم فيصنع منها وأيضا يستخدم العقل اللي خلق ربنا برضا ويصنع به صح فنرجو برضو في العام الجديد أن رجال العلم يضيفون إلى العلم مادة الإخلاقيات وعدم الدخول في منافسة مع الله وهم غير قادرين هالمنافسة ونطلب أيضا في العام الجديد من أجل اقتصاد البلاد عموما من اقتصاد بلادنا واختصاد باقي البلاد ونشكر الله أن الله قد فجر لنا يا نبيعا من باطن الأرض تدعم اقتصادنا مثل أبار البترول والغاز الطبيعي الذي أصبحنا مصدر منه وأصبح مصدر إيراد للبلد صح ونطلب من الله أيضا من أجل موضوع الإرهاب ونتائجه السيئة التي تصل إلى الحروب وإلى الكوارث وربنا يمر الأمور بخير ترجمة نانسي قنقر